اهلا بكم معكم محمد خالد في قنات دي وكما موجود هنتكلم النهاردة عن حاجه انا فرائي انه مظلومه شوية في الصيدلية مفيش ناس كتير حاليا بتستخدمها وهي فعلا مظلومه في الصيدلية دلوقتي ايه يا الهاجه دي الحاجه دي هي الكلمين لوشن او اللي هو بنسميه بالعربي الكلامينا الكلامينا دي عباره عن ايه؟ الكلامينا دي بتبقى عباره عن لوشن او حاجه اسمها سأسأة بالعربي انت بتستخدمها ازاي زمن اسمها كده انت بتحطها على جلدك بواسطة قطنة او بواسطة حتى ممكن تستخدمها بايدك عادي انا فيش اي مشكلة بتتكون من ايه الكلامينة دي بتتكون من حاجة اسمها زينك اوكسايد وتايتينيوم دايكسايد محطوطين في لوشن او في حاجة تخليه شبه المي او شبه السائل بحيس انك تقدر تعمله على ايديك او تعمله على جلدك او على جسمك بشكل عام تمام طب ايه فواب بقى الكلامينة دي بتستخدم في حاجات كتيرة اوى الكلامينة دي زي ايه? زي مثلا لو انت عندك حساسية من اي حاجة مثلا حشرة ارسيتك مثلا في الجوة الحر اللي احنا فيه ده جالك سن بيرن او جالك مثلا جلدك احمر من الشمس اللي احنا فيها ممكن تستخدمه انه صان بلوك تخيل ممكن تستخدم الكلامينة دي انه هي صان بلوك تحميك من الاشعة الفقبة نفسجية الضرة ممكن توصل نسبة الحماية بتاعة الكلمينة دي لـ 98% حماية من أشعة الأشعة الفقبة نفسجية الضرة اللي هي الـ UVA والـ UVB تمام طيب كمان ممكن تستخدم أنت لو جاي لك مثلاً سون بيرن أو تسعت في الشمس ممكن تحطها على جلدك تحميك أو تساعد فيه تخفيف الألم اللي حصل ده وتساعد في الشفة وهتساعد كمان على التلطيف لجلدك وترطيب جلدك بعد السون بيرن أو بعد ما هيحصل كده بعد الشر يعني تمام يعني ممكن تحطها قبل ما تتعرض للشمس وبعد كمان ما تتعرض للشمس تمام ممكن تستخدم في ايه كمان الكلمينة دي ممكن تستخدم زي ما قلنا في لدغات الحشرات يعني مثلاً لو انت جالك حساسية من حاجة اتقرست من مثلاً النموس البق الحشرات اي حشر اي حشر علمت في جلدك وخلت جلدك يحمر ويجيلك حساسية ممكن تحط عليها الكلمينة وبإذن الله هتكون حاجة من الحاجات اللطيفة جداً واللي تخلي جلدك تحس ان جلدك خف بسرعة وما بقاش فيه اللحمرار والحساسية اللي كانت موجودة في جلدك في الاول تمام لقوا ان الكلمينة ممكن تستخدم في حاجات يعني يكون صعب التعامل معاها زي مثلاً الحزام الناري الحزام الناري وحاجة مثلاً زي الجدري وحاجة كمان زي الجرب الحاجات دي حاجات من الصعب بيكون التعامل معاها والناس اللي بعض الشر بيجي لهم الحاجات دي بيكون طبعاً بيشعروا بألام شديدة جداً كمان لقوا ان الكلمينة دي بتعادل في كفائتها كريم الهايدرو كورتيزون يعني مثلاً البديل بتاعها في طلطيف الجلد والاحساس بمثلاً علاج حالات الحساسية وحالات احمرار الجلد وحالات التهبات الجلد بيكون مكافئ لكريم الهايدرو كورتيزون انت متخيل لدرجة ايه الكلمينة دي بتكون فعالة ومفيدة وبناء على كل الكلام ده انت ممكن تعتبر ان الكلمينة دي تعتبر علاج سحري لتقريباً مشاكل كتير قوي جلدية بتصاحب طبعاً الالتهابات وتصاحب الهرش وتصاحب طبعاً لدغات الحشرات والأزاء اللي ممكن يصاحب أشعة الشمس وخاصة في فترة الصيف اللي احنا فيها دي حتى كمان من مميزات الكلمينة دي ان هي من الحاجات الرخيصة تعتبر في الصيدلية يعني من الحاجات القديمة والمشهورة كمان بس احنا يمكن الفترة دي ناسين هي بتستخدم في ايه من كتر ما طلع حاجات جديدة عليها ومن كتر ما طلع كريمات وحاجات أحدث طبعاً عليها بس طبعاً الكلامينة هتفضل من الحاجات القديمة والحلوة جداً والفعالة جداً كمان في علاج كل الحالات اللي احنا تكلمنا عليها النهاردة دي اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مفيدة ولو عجبك طبعاً ما تنساش تعمل لايك وشير وتسعبوا بسكرايب وتتفرج على الفيديوهات اللي فاتت وفتكر ده من ان ادعاك موجود باي باي